ايه ده؟ فزي ما بقولك كده التأدير بتاع سفير بريطانيا بالقاهرة لهذا المعلم ولهذا الاثر فوق كل ده والقيمة الروحية والروحانية للمكان انه للدرجات دي فنك ودقتك بالمناسبة وإيمانك بما تفعل ويقينك بالرسالة اللي هيخرج بيها هذا الفن هذا التراث يعني اوعى تفتكر ان اللي بنى واللي نقش واللي حفر واللي زركش واللي صمم ما كانش عنده كم إيمان ويقين وعقيدة متمكنة متأصلة في قلبه وروحه وعقله علشان كل هذا الضفق من المشاعر والعواطف هذه الطاقة توصل دايما لكل من يزور المكان فانا كمان اقدر اقول شكرا لمصر انها دايما رفع رأسنا شكرا للقاهرة انها دايما مشرفانا ومفرحانا واكيد لازم اقول شكرا للسفير البريطاني بالقاهرة انه قد كده انت مقدر القيمة اللي موجودة عندنا طيب خلونا نروح لتقرير بما ان انا بتكلم شويتين على المسألة بتاعة قدرات الناس يعني قدرة المهندس والمعماري والصانع والفنان المصري واللي بتتجلى دائما فيه روائح حوالينا اتمنى دايما ان احنا نحافظ عليها احنا مش بس الاجهزة والوزارات والجهات المعنية احنا الناس احنا ما نروحش بعد كده نبني بيوت على تخوم هذه المباني او على جدرانها او نشخبط عليها او نلقي بجانبها مهملات الاخر بس هي قدرة المصريين دايما حقيقي ان هم ما يعملوا اللي ما بيتعملش